اشتركوا في القناة وعمرت المناطق جود التي أضاءت للفقراء ما لمسوا به حني التجار وإخوانهم والحكام حتى رأوا ذلك واضحا في بيوت استقطبتهم ارتاحوا فيها هم وأطفالهم وأولادهم منصة جود منصة عظم أثرها وكثر نفعها وعرفها القاصي والداني في مناطق المملكة العربية السعودية استفتح التبرع لها في هذا اليوم المجيد سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين بمبالغ عظيمة كان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله افتتح اللقاء بمئة مليون وولي عهده الأمين بخمسين مليون وهو دعوة عملية دعوة بالقدوة أن يكون أصحاب الثراء وأهل القلوب الرحيمة من الأغنياء يتحركون في تأمين ما تجود به أنفسهم لهذه الفئة الغالية على أنفسنا فئة من أبنائنا وإخواننا وأخواتنا ما كانوا يحلمون أبدا بتوفير السكن ولكن الله تعالى يسر ذلك على هذه المنصة المباركة وظهر ذلك حقيقة واضحة أمام الناس جميعا في شتى مناطق المملكة أحبتي في الله إن الله تعالى يدعو أهل الجود ليجودوا ليجودوا بخير يعود نفعه عليهم وعلى دولتهم وعلى إخوانهم يأمرهم بالمشاركة في هذه اللقاءات المباركة اسمع إليه وهو يستحثهم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يذكرهم بعظيم المضاعفات لما يدفعونه في هذا المجال يقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع فانسنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني حبة انتهت أن كانت سبع مئة حبة هذا مثال للبركة ومثال لكثرة الأجر والله تعالى يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وحين حثهم القرآن على ذلك بيّن لهم أن الصدقة تزيد في المال وتطاهر القلوب وتطاهر الأنفس قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطاهرهم وتزكيهم بها نعم ولكن الشيخ عبدالله عفوا اعذرني على المقاطعة الشيخ عبدالله الشيخ عبدالله عفوا اعذرني على المقاطعة عفوا على كل ما ذكرت من آيات قرآنية تدلنا على فعل الخير وعلى السباق والحرص على فعل الخير وعلى ما ورد في السنة ونحن نستذكر دوما حتى أن قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان لذا كيف من الممكن أن تكون ويكون كل ما ذكر في القرآن والسنة حافزا ومشجعا لنا لكي نتسابق إلى فعل الخير والمشاركة في هذا الشهر المؤمن أخي بارك الله فيك إذا سمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أخذه حقيقة ثابتة لا جدال فيها لأنه يعرف صدق مصدرها وقوة ذلك المصدر ولهذا قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ثم ختم الآية فقال وهو خير الرازقين يعني هو قادر على الخلف هو قادر على الخلف وليس هناك أحد أقدر منه ولهذا أحبتي في الله نذكر إخواننا الذين من الله عليهم بأن أعطاهم من المال من المال الذي هو مال الله كما قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم نقول لهم قدموا لآخرتكم وستجدون ذلك أحوجا ما تكونون إليه وأيضا ستجدون عوضه في الدنيا والله تعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله أن الله هو الرحيم شكرا